ففي سبتمبر عام 2010 تم استهداف منظومات التحكم التابعة للمنشآت النووية في العاصمة طهران وذلك عن طريق فيروس إلكتروني ضرب تلك المنظومات وعرف باسم ستاكس نت وفي نفس العام اختيل العالم الفيزياء النووية بجامعة طهران مسعود علي محمدي في انفجار قنبلة قرب سيارته في طهران مصادر غربية اشارت الى ان محمدي كان يعمل بشكل وثيق مع فريق تطوير البرنامج النووي الايراني كما لقي العالم النووي الايراني مجيد شهرياري مصرعه في انفجار سيارة مفخخة في طهران في ذات العام وهو الذي كان له دور في احد اكبر المشروعات النووية في البلاد بحسب مسؤولين ايرانيين كما تعرض البرنامج النووي الايراني لهجوم اخر في عام 2012 بواسطة فيروس يسمى فليم معطلا الكثير من المنظومات المتحكمة بالمنشآت النووية الاتصالات الايرانية كانت هدفا لتلك الهجمات ففي عام 2018 تم شن هجوم الالكتروني ضرب البنية الاساسية لشبكة الاتصالات الايرانية في معظم اجزاء البلاد منشآت نتانز النووية كانت هدفا ايضا للهجمات الالكترونية ففي يوليو من عام 2020 تعرضت المنشآت النووية لحريق كبير خلف اضرارا جسيمة تمثلت بتدمير مختبر فوق الارض يتم استخدامه لاعداد اجهزة الطرد المركزي المتقدمة بحسب تقارير غربية كما اعلنت منظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للحكومة الايرانية بعدها بايام تعرض عدد من المؤسسات الحكومية الايرانية لهجمات الالكترونية كبيرة وابرزها البنية التحتية الالكترونية لموانئ ايران وفي ديسمبر من نفس العام تلقت ايران ضربة موجعة تمثلت باغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة في العاصمة طهران في هجوم اذا قرب العاصمة طهران حيث يشتبه الغرب منذ فترة طويلة في انه العقل المدبر للبرنامج النووي الايراني وبالرغم من شح المعلومات الايرانية عن حجم الاضرار جراء تلك الضربات فان خبراء غربيين يتوقعون ان طهران باتت تحتاج الى سنتين او اكثر من اجل اعادة برنامجها النووي الى المكان الذي كان عليها